موسيقى كان يا مكان زوجان مسنان يعيشان سعيدان الفصل الثاني عشر ما إن رحل الزوار حتى نزل المسن إلى الحديقة رغبة في استنشاق بعض الهواء النقي وإلقاء نظرة على الأشجار لاحظ بأن أشجار اللوز ستزهر قريبا وبأن العديد من النبات قد تم غزوها مسبقا من طرف أسراب من الحشرات نظرا لشدة تأرجها وبهائها في تلك اللحظة رأى القط يتربص أسفل شجرة تين وفهم بسرعة غايته كان يوجد على أحد أغصان الشجرة قرقب يمسك عسلوجن بمنقاره هاي أيها القط الجريء رويدك لا تقل لي بأنك تنوي مهاجمة هذا الجاثوم الجميل إنه في منزله هنا مثلك أنت قال المسن وهو يطرد السنورية بدون تحفظ هيا عد إلى البيت اذهب لمطاردة الجرذان إذا ما كان الثعبان قد ترك شيئا منها لن أحب أن أراه وهو يدخل إلى الصالون حاملا أحد هذه الطيور بين فكيه سيثير لي ذلك نوبة غضب شديدة قد تجعلني أمقته أنا الذي أحبه كثيرا لكن القط يبقى قطا في المقام الأول وإذا كانت لديه غرائز قناص فماذا بوسعي حيال ذلك خام بجولة تفقدية من جهة الأشجار المثمرة ذهب ليقطع بعض سيقان النعنع والأفسنتين ثم عاد إلى بيته تاركا وراءه اللمعان الحريرية لحشد من الفراشات النحل وحشرات أخرى كانت تنقب في كل مكان قال لنفسه من المؤسف أن الجمرات ما تزال غير موجودة أنا أود حقا تحضير بعض الشاي لكن لننتظر عودة زوجة العجوز وهكذا جلس وانتظر بعد برهة من الزمن دخلت إلى الصالون قالت له ألا تفعل شيئا كنت أرغب في شرب الشاي لكن لا توجد جمرات إنها موجودة سأحضر كل شيء إلى هنا لا تتحرك ذهبت لإحضار مستلزمات تحضير الشاي أرأيت؟ إن الماء يغلي لقد كنت متأكدة من أنك ستطلب الشاي هل تحضره بنفسك؟ نعم أريده أن يكون قويا نكهة بعض الشيء لأنه ما زال علي الكتابة حسنا سأدعك الآن قالت وهي ترحل سأذهب لأباشر تحضير الغداء حضر المسن شاية تذوقه وفكر إنه قوي حقا هذا هو ما يلائم عجوزا أبلها مثلي دخن ثم عاد إلى وضعية الكاتب خاصته كتب بدون القطاع حتى عودة زوجته ثم تغديا وجلسا أخيرا للاسترخاء أخبرها المسن بزيارة الدليل قالت آه ذلك يبدو بأنه يملك ثلاثة زوجات إن تلك التي تركها هنا مع أطفال شمه عرات تعاني كثيرا من هذا الهجر أكد المسن إنه مغامر تماما مثل المرحوم والده كيف كان؟ مقاتلا ما يشبه اللس لكن ليس قاتلا حسب علمي لم يسبق له أن قتل أحدا مع أنه كان يحب إطلاق النار والدليل ماذا كان يريد؟ استئجار بهائم كان برفقته أناس يودون القيام برحلة طويلة لقد أرسلته إلى المقدم إذا دفع له بعض المال فسيحصل على بهائم ليس بالضرورة سيحصل عليها إذا كان محظوظا لا تنسي بأن الناس يعملون وبأنهم في حاجة إليها كان الأمر صحيحا جدا بالفعل حتى أن الدليل عندما عاود المرور من هناك أخبر المسن بأنهم لم يستطيعوا القيام برحلتهم الطويلة لأنهم لم يجدوا بهائم للإستئجار إن الناس يخرجون الزبل الحمير ليست متوفرة لكننا تمشينا قليلا لقد أفادنا ذلك أما الآن فسننصرف السلام عليكم قاد الدليل الذي نادى المسن من تحت نافذة الصالون ليتكلم معه الآخرين خلفه اختفوا بين الأشجار بعد ذلك بلحظات سمع صوت محرك ثم خيم الصمت على الصالون الصغير حيث كان المسن قد تناول ريشته من جديد ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر